هذا منتشر في الكنيسة سنقول لبعضنا أعرف ما يقوله الكتاب المقدس لكن سأخبرك بما أؤمن به لو الكتاب يقول ذلك اضبط إيمانك عليه الأمر ليس دائما سهلا وواضحا أحيانا نحتاج إلى التوجيه من روح الله وإلى بعض الحكمة ولكن ابدأ في الممارسة ونمي عادة إخضاع نفسك إلى الحقيقة الواضحة لكلمة الله الشخصان الذين صنع أعمق تأثير على تطور إيماني هم والداي أكثر من أي أستاذ أو مدرسة أو مكان أكاديمي أو جامعة فعندما كنت صغيرا لم يكن والداي مؤمنين وعندما أصبحوا مؤمنين كان هناك تغييرا جذريا في حياتهما وفي بيتنا وبسبب هذا أنا تغيرت في النهاية دخلت ذات يوم إلى المطبخ وقلت ماذا حدث لكم أنتم مختلفان انخفضت الحرارة في منزلنا بسبب عدة عوامل وأخبروني أنهم سألوا المسيح ليعيش في قلوبهم وقلت أريد فعل ذلك ركعت في أرضية المطبخ في شارع جاكسون في هوليوود فلوريدا وطلبت من يسوى أن يكون سيد حياتي واعتمدت بعد أسابيع في المحيط الأطلسي وتكويني الروحي لم يبدأ في الكنيسة لم يبدأ من المذبح ولم يبدأ في فضاء المعمودية التقليدي لكني تعرفت على الرب وبعض الدروس التي أخذتها من والدي ما زالت تؤثر في حياتي إلى اليوم سأشارك اثنين من هذه الدروس معكم اليوم وسأطلب أن تتفاعلوا معهم مثلي إنني أهتم بشكل قليل جدا بمشاركة الحقائق حول إيماننا لدي شغف لرؤية الناس يستيقظون على رب حي وأن يتفاعلوا معه في أنشطة حياتهم لا نريد أن نتحدث عن إيماننا نريد أن نمارسه نريد أن نعيشه ونطلقه في منازلنا ومجتمعاتنا ومدارسنا وملاعب الكرة ومكاتب العمل آمين وأنا في السابعة بعضكم يعرفوا القصة والكثير سمعاني أحكيها ذهبت والدتي إلى المستشفى لكي تلد أخي الأصغر وهي هناك تم تشخيص إصابتها بالسرطان أخبرها الأطباء أن أمامها ستة أشهر في الستينيات كانت العلاجات مختلفة عن اليوم وأرادوا إجراء جراحة وخضعت لعملية قيصرية وأرادوا إجراء جراحة في اليوم التالي وتردد والداي في ذلك رتب للسفر إلى عيادات مايو نذهب للكنيسة كل يوم أحد وكان والداي قائد اجتماع الشباب في الكنيسة كانت كنيسة كبيرة جاء القص لزيارة أمي وكان لا يؤمن بالسماء أو الجحيم في الرحلة إلى عيادات مايو وقاموا بعمل فحوصات لأيام وجاء الطبيب في وقت متأخر وقال سيدتي ليس لدي تفسير الأورام التي كانت جزءا من تشخيصك بعد أن رأينا صور الأشعة والفحوصات وكل البيانات الآن لا نجد الورم عودي وربي أطفالك طلبت أمي معرفة الحق وشفاها الله عندما كنا وثنيين كنا وثنيين كنائس أتعلم أنه يمكن ذلك؟ إن الجلوس بالكنيسة فقط لا يجعلك من أتباع المسيح هذا ليس صحيحا كنا وثنيين وهذا سيحطم اللهوت الخاص بك فالله لم يشفين لأننا صلينا الصلاة الصحيحة أو فعلنا الأشياء الصحيحة أظهر الله نعمته لعائلتي على الرغم من أنه ليس بسببنا انتقلنا إلى مايامي بيتش بعد أسابيع وتخرج وليدي من الكلية البيطرية أراد أن يكون طبيبا للخيول وذهبنا إلى جنوب فلوريدا إلى مضمار الخيول الأصلي كانت والدتي تغسل الصحون وسمعت صوتا من السقف وهذا غير طبيعي طلبت معرفة الحقيقة قبل أن تموت فقالت نعم فعلت قال الصوت أنا هو الطريق والحق والحياة أمي لم تفهم ذهبت ووجدت كتابا مقدسا وفتحته وقرأته إذا كنت لا تعرف صعوتيك فكرة إنها يحنى 14 أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي مدرس مدارس الأحد في الكنيسة وقصة تلك الكنيسة لم يولد ثانية أيضا لم يؤمن بألوهية يسوع هذا ليس شيئا جديدا يجب أن نصبح أكثر وعيا كمستهلكين أن نكون أكثر يقضى لكن مدرس مدارس الأحد كان طيارا وولد ثانيا توقف والداي عند منزله يوما بعد الخدمة وتركوا ثلاثة أولاد في السيارة في جنوب فلوريدا وضعوا قدر ماء في الأرضية وكسروا النافذة لا لم يفعلوا ذلك لكنهم ركعوا على طاولة للقهوة في منزل الطيار وسألوا يسوع أن يكون سيد حياتهم وفهمت أمي الإجابة على صلاتها أن الحقيقة لا تتعلق بطائفة معينة أو اعتقاد معين ولكنها تتعلق بشخص اسمه يسوع وإذا كان هناك درس أخذته من مشاهدة والدي وتأثير حياتهم على حياتي هو فهم أن الحقيقة تبدأ بشخص يسوع أحب التعلم كنت لأكون طالبا محترفا لو كان الله أراد إعطائي هذه المهمة أنا فقط أحب التعلم لكن أعظم حقيقة ستعرفها متمركزة في شخص يسوع وكيف تعرفه وكيف تتفاعل معه كيف تتعلم سماء صوته وتعلم اتباع توجيهه وكيف تستجيب له ودرجة استجابتك لمطالبه في حياتك لأن يسوع الناصري هو لا يزال نشطا جدا في الأرض اليوم يسوع لم يصعد إلى السماء وابتعد عنه هو لا يزال منخارطا مع شعبه وإذا كنا أكثر وعيا وإذا كنا أكثر ارتباطا بحياتنا ضمن جماعة أو طائفة أو ترجمة أو أسلوب عبادة مما نحن عليه في علاقتنا مع يسوع فهي الوثنية نبدأ مع يسوع الحق الذي يحدد وجودنا ولأجل كل الأبدية حين نخرج خارج الزمن هي شخص يسوع وكيف تعرفه هذا هو التحدي اختيارك الشخصي لتصديق أو رفض هذا الحق فرفض ذلك الحق لا يغير الواقع هذا منتشر في الكنيسة سنقول لبعضنا أعرف ما يقوله الكتاب المقدس لكن سأخبرك بما أؤمن به لو الكتاب يقول ذلك اضبط إيمانك عليه الأمر ليس دائما سهلا وواضحا أحيانا نحتاج إلى التوجيه من روح الله وإلى بعض الحكمة ولكن ابدأ في الممارسة ونمي عادة إخضاع نفسك إلى الحقيقة الواضحة لكلمة الله سيغير حياتك إنها ليست مناظرة فعندما تقرأ شيئا ما وتعيش بعيدا عنه قل يا رب ساعدني لسنا الجيل الأول من البشر الذين لديهم لقب شعب الله ونحن نعيش بعيدا عن حدود اتجاهات الكتاب المقدس تعرف قصة العهد القديم فقدوا كتابهم لا أعني أنهم وضعوه في غير مكانه لقد نسوا أن لديهم واحدا لم يستخدموه كثيرا وكان غير مهم بالنسبة لهم الكاهن أخفاه في جدار الهيكل ولم يفتقده أحد يبدو مثل الثقافة الأمريكية المعاصرة صحيح؟ يخبرونني أنه عندما أخاطب منهم أقل من عشرين عاما لا يعرفون شخصيات الكتاب المقدس لا يعرفون يونان أو الملك داود كانوا يعيدون تصميم الهيكل ووجدوا التوراة وأصفار الشريعة وأحضروها إلى الملك وبدأ في قراءته له وعندما قرؤوه مزق ملابسه في حزن وقال يا إلهي نحن نعيش بعيدا جدا عن هذا لسنا الجيل الأول هناك حقيقة ويمكنك معرفتها ولتبسيطها لنبدأ بالحقيقة حول يسوع ثبت ذلك في قلبك أحضرت لك قانون إيمان الرسل لنقرأه معا وستظهر على الشاشة إنه تأكيد عظيم على سلسلة من التصريحات عن يسوع هي واحدة من أقدم التصريحات العقائدية قبل أن يكون لدينا أجهزة كمبيوتر أو لدينا مطابع كان علينا أن نلتزم بتذكر الحقائق الأساسية لإيماننا بأننا لن ننحرف جانبا قانون إيمان الرسل يقول العلماء يعود إلى الكنيسة في أوروشاليم البعض يقترح أنه كان اعتراف المعمودية للكنيسة الأولى في أوروشاليم إنه مجموعة من العبارات الأساسية حول إيماننا تحتاجها في قلبك بعضكم نشأ يقولها أسبوعيا وبعضكم لم يراها من قبل جميع العبارات مستمدة من الكتاب المقدس سأطلب أن تقولها معي بصوت عال كإعلان للحق في حياتك يبدأ الأمر بأؤمن في هذا البيان الخاص بالعقيدة دائماً ابدأ بأنا أؤمن إنه تأكيد لما قررته واستقر وتم بناءه ووضعته أساساً داخل قلبك إذا كنت عبر الإنترنت يمكنك أن تقول معي لماذا لا تقف معي لهذا؟ أعلم أنك حصلت على مكانك لكن رأي مساحة الآخرين حسناً مستعدون؟ ها نحن ذا أؤمن بالله واحد ضابط الكل خالق السماوات والأرض ويسوع المسيح ابن الله الوحيد تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء صلب عنا في عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وكما جاء في الكتب قام في اليوم الثالث من الموت وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضاً يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات نؤمن بالروح القدس وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بمعمودية واحدة ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين هاللويا أحياناً نضل عندما نتحدث عن المسيحية أو تبعية المسيح الهدف من هذه العلاقة مع يسوع أن تجلب الحرية لحياتنا ولا يريد أن يحدك أو يقللك أو يأخذ منك شيئاً يسوع يسوع يجلب الحرية بحلول القرن السادس عشر تم تقلصها لتعني المضايقة أو الهجوم وفي تعريفها الحالي القلق هو الشعور بالهم والاضطراب وعدم الارتياح ولكن أحب هذا التقدم لأن تأثير القلق الحقيقي على حياتك أو حياتي يطبق على حلقنا يشنقنا ويخنقنا ويقلل من فاعليتنا ويختازل وعينا بعالمنا يمنحنا مشاعر غامرة بما يمكن أن يكون ويحجب حقيقة أين نحن ومن نحن قرأنا في متى ستة تعليق يسوع عن القلق أربع مرات في النص يفحص تمسكنا بالقلق فيقول لا تفعل ذلك لا تهتم بما تلبسون وما تأكلون ولا بما تشربون ولا أين تعيشون هو لا يقول إنها أمور ليست هامة في حياتنا بل إن القلق بشأنها غير لائق وكثيراً ولا سيما المتدينين منا يمكننا تبرير قلقنا وخوفنا وانشغالنا فنقول نحن نفعل أمور الرب أمور كثيرة نوطيها في طلبات الصلاة بالاهتمامات الكتابية ونغلفها في تعبيرات مستخدمين كل أنواع الكلمات الروحية والواقع هو أننا غير مهتمين بملكوت الله نحن ندفع بأفكارنا ونغلفها بكل أنواع اللغة الهدامة هذا أفضل سيناريو للقلق الأسوأ سيضعف إيمانك وسيجعلك غير مثمر تذكر مثل الزارة يسوع تكلم عن زارع خرج ليبذر ووقعت البذار على أنواع مختلفة من الأراضي لقد تكلم عن نوع من الأراضي في متى 13-22 يقول الكتاب والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر هذا تعرفنا عن القلق يمكنه أن يخنق تأثير كلمة الله وهذا يحذرني إذا أعطيت للقلق مكانا في قلبي إذا رعيته ونميته ولم أنتبه له ولم أتعامل معه فإنه سوف يخنق تأثير كلمة الله هذا لا يمكننا تحمله وإليك دعوة يسوع أخبرنا بالحق قال لا تقلق ويجب أن لا نقلق وإن اخترنا أن نقلق فقد اخترنا أمرا غير لائق وأفضل علاج كتابي لذلك هو التوبة سأختم وأرجو أن تصلي صلاة معي لنتوب فقط أعطينا القلق مساحة في قلوبنا ووقتنا وحياتنا مستعد لنصلي أبانا أشكرك من أجل كلماتك نقبلها لأنها الحق أشكرك على الطريق الذي تفتحه أمامنا للسلام والحرية والرجاء والفرح نريد أن نتوقف ونقول آسفون ولنتوب اغفر لنا لأننا تسلمنا زمام حياتنا وكنا نقلق حول أمور وقتية ملأت قلوبنا وأيقظتنا بالليل وقلصت من علاقتنا بك نتوب عن ذلك اغفر لنا وفي توبتنا لا نقبل غفرانك فحسب بل سيادتك على حياتنا يا روح الله ساعدنا أن نسير في الطريق الجديد في اسم يسوع آمين درس آخر سأشاركه معكم والأخير الذي سأشاركه في هذه الوعظة بالذكرة إنه جزء من نفس القصة صلاة أمي لو هناك إله دعه يعرفني الحقيقة قبل موتي توقعت أنه مع مدني أو يهودي لم تتوقع من الأطباء هذا التقرير الجيد لم نكن نعرف المعجزات لم نعرف أشخاصا حدث معهم معجزات لم نؤمن بالشفاء ولم يتحدثوا عن ذلك في الكنيسة ربما كان جزءا من نظام العبادة أو من تاريخنا لكنه لم يكن جزءا من خبرتنا لم تكن لدينا خبرة ولم تكن هناك توقعات الناس الذين تقضون وقتكم معهم يشكلون توقعاتكم سيشكلونها حول قضاء الإجازة أو كيفية استغلال وقتكم أو لكي تصبحوا أشخاصا تثق بالله بشكل كامل عليك أن تفكر جيدا مع من تقضي وقتك لم يكن لدينا تصور لذلك جاء الأطباء وقالوا لا نجد الصرطان لم تكن هناك كلمات لم يكن هناك تفسير لن نقول إن التشخيص تم اختلاقه لأنه كان هناك مصر تشخيصي كان هناك أشهر من الأعراض لم يكن هناك تغيير غريب في الأحداث لقد كان لدينا واقع في يوم وواقع آخر في اليوم التالي ولذلك سأقضي وقتنا في الحديث عن درس تعرفت عليه وأنا صبي ولكنني عشت به السنوات الفاصلة وقد كانت قليلة وهو أن الله يشفي سأعطيك بعض الأشياء البسيطة المعجزات الشفاء في الكتاب المقدس خاصة في العهد الجديد كان الهدف منها علامة لغير المؤمنين إيماننا حول قدرة الله وليس حول براعاتنا التنظيمية لن نقوم بتنظيم أفضل نحتاج إلى قوة أكبر لنكون محط الأنظار في عالمنا وينوي الله أن يأتي من خلال كنيسته هذا نحن لذا نعم سأصلي من أجل الناس ماذا يحدث إذا لم يحدث شيء سنصلي ولو لم تحصل على الجواب فلتستمر بالتعلم كورينتوس الأولى 2-1 يتكلم بولوس للكنيسة وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله إني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا كان لديه موضوع واحد فقط ما الذي ستتحدث عنه غدا يسوع وصلبه تحدثت عن ذلك بالأمس نعم والأسبوع المقبل يسوع وصلبه سمعت ذلك هذا الأسبوع والماضي شاهد الآية التالية وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة مستعد للخدمة بهذه الطريقة؟ تقول أشعر بالضعف وخائف وقلق حيال ذلك أنت والرسول بولوس أنت لست مختلفا لم يقل أستطيع فعلها من يشعرون بالكفاءة يوترونني أرتاح أكثر مع الذين يشعرون بعدم الكفاية لأننا ندرك أنه في افتقارنا إلى الكفاية نعتمد اعتمادا كليا على مساعدة ورحمة الله وقوته حين تظن أنك اكتشفت كيف تجعل الله يتحرك إركع وقل يا إلهي أنا آسف سمحني على كبريائي قال بولوس وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة وكلامي وكرازتي لم يكن بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله هل لي أن أخضع بتواضع إن عالمنا كان ينتظر كثيرا كنا نصلي لشهور لأكثر من عامين أن الحق يقال في الميادين العام لا يأتي بحسب الجدول الذي أردناه كان يمكن أن يكون ملائما فقط إذا قيل بعض الحق قبل ثمانية عشر شهرا لكنه لم يحدث لكنه قيل الآن هل تحتفل؟ هل تشكر الرب؟ هل تعبده الآن؟ كنت أفضل أن تحكم المحكمة العليا في قدسية حياة البشر قبل عقدين كنا سننقذ ملايين الأطفال لكنني متشجع لأنهم قد يكونوا استيقظوا على هذا الواقع لن يكون الأمر سهلا أو مريحا لنتعلم كيف نخدم بنعمة ورحمة وقوة لأن هناك كمية هائلة من الذنب وكمية هائلة من الخزي ليس خارج الكنيسة بل داخلها لهذا كنا صامتين ثانيا أود تقديم أن للمؤمن النمو في الإيمان هو حول فهم العمل الفدائي ليسوع أترى ونحن نكبر في إيماننا ونحن نتجاوز طفولة الولادة الجديدة في تجربة التغيير نتعلم أنه لم يتم فقط مغفرة لخطايانا ولكننا تبررنا أيضا وتقدسنا وأن قوة الله موجودة بداخلنا للقيام بأشياء لن نقوم بها بأنفسنا لم نكن مهتمين لم يكن الأمر مهما بالنسبة لنا هناك آية في أفاسوس أربعة بالنسبة للقوة الخارقة والصلاة من أجل الآخرين إنه مكون أساسي في إيماننا لا تعطي الشيطان موطئ قدم لا تعيش حياة غير طاهرة لا تساوم طوعا لا تمارس الشرور كلنا نواجه الإغراء كلنا نواجه دعوات لسلوكيات خاطئة أو نواجه أفكارا خاطئة فالأفكار الخاطئة تقدم لكل واحد مننا أن تأتي فكرة خاطئة لا تجعلك خاطئا لكن يمكن رفض الفكرة بسهولة عند وصولها لكننا لا نستطيع أن نعيش حياة حيث ننحرف طوعا وبعمد وبقصد عن الحق الذي نحن نعرفه جيدا لا يمكنك فعل ذلك أعلم أننا نقوم بذلك ولكن انظر إلى الفوضى التي أدخلنا أنفسنا فيها علينا تغيير نمطنا نحتاج أفكارا جديدة وإيقاعا جديدا واستجابة لدي حياة جديدة أكل جيدا أطفال بصحة جيدة تتحدثون عن أمور يمكن أن تختفي بين عشية وضحاها الآن لأنني أؤمن بالشفاء أو أنت تؤمن به لنعترف بأن الشيخوخة ليست معلقة الإيمان بالشفاء الإلهي ليس علاجا لأعياد الميلاد لا تكن أحمق فعلت هذا لفترة وقابلت الكثير وأقول إذا نفد منك الوقود لا تحتاج لمعجزة بل محطة تعبئة وقرض مصرفي لو كان لديك اختبار غدا في المدرسة فأنت لست بحاجة إلى معجزة بل لبعض الوقت للمذاكرة كونك شخص مؤمن لا يمنعك عن القواعد وقوانين العالم الذي تعيش فيه وأيضا لن يوقف عملية الشيخوخة في التكوين واحد واحد وثلاثون ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا لم ينظر لآدم وحواء وقال أوه لنجرب ذلك ثانية مزمور مئة وثلاثة باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك إشعياء ثلاثة وخمسون يتكلم عن المسيح وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كنت أجري محادثة حول هذا المقطع مع قائد روحي وقال حسنا أيها القس مجرد شفاء روحي عندما أقرأ متى ثمانية ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم كان هذا تحقيقا لما جاء على لسان النبي إشعياء لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها في رسالة بطرس الأولى الذي حمل هو نفسه خطايان في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر يمكن إعطاءك عشرات من الآيات الكتابية كان جزءا مهما من خدمة يسوع العلنية هي إخراج الأرواح النجسة وخدمة المرضى وفي كثير من الأحيان كان شفاؤهم متداخلا يجب أن نفتح أعيننا على قوة الله غيرت حياتي عندما كنت صبيا وغيرت حياتي في كل وقت من ذلك التاريخ حتى هذا الوقت ليس أمرا نظريا بالنسبة لي إذا سألتني ماذا يستطيع الله سأخبرك يمكنه ملء الفراغ بعد ذلك للإفصاح قمت بعمل خدمة تذكرية لأصدقائي الذين رحلوا مبكرا وهناك الكثير لا أعرفه ولن أتظاهر بمعرفته ولكن يمكنك أن تؤسس بداخلك أن الله هو شافين يجب أن تبدأ في بنائه في أساس قصتك الشخصية أريد أن أختتم هذه الجلسة معكم بالصلاة لمن يحتاجون إذا كنت هنا وتحتاج شفاء جسديا سأطلب منك الآن أن تقف أينما كنت في إحدى القاعات أو في المنزل يمكنك الوقوف هناك هاللويا أبي أشكرك على كلمتك على حقيقتها والسلطان والقوة في حياتنا أشكرك على ربنا يسوع أنه قدم نفسه كذبيحة لكي تغفر خطايانا وأن يتم خلاصنا من كل قوة العدو ونأتي الليلة للصلاة من أجل بعضنا البعض أنت تعرف كل التفاصيل وتعرف كل تشخيص أنت تعرف ما قيل لنا وعلينا الآن نصلي لبعضنا البعض ونسأل في اسم يسوع أن تجلب حياة إلى أجسادنا الميتة واجلب الصحة لنا والقوة لنا والطاقة لنا حيث أنسجة غير صحية قد تذبل وتموت حيث أن أجسادنا لم تعمل كما يجب أصلي أن الشفاء الذي صممته فينا سوف يتجاوز أي مرض اجلب لنا الحياة والقوة والحيوية نحمدك عليها ونصلي لبعضنا البعض نصلي أن يشفى المرض وأن تختفي الأعراض فلتأتي الحياة فليكن للأطباء والممرضات الذين يعتنون بنا حكمة فوق حدودهم فلتكن العلاجات التي وصفوها فعالة أكثر من توقعاتنا حتى في الخيال بحيث تكون ظهورنا خالية من الألم ونتحرر من كل هجوم من العدو باسم يسوع آمين هاللويا مجد الرب شكراً لمتابعتك لبرنامجنا خدمات ألن جاكسون نصلي أن تكون هذه الحلقة سبب بركة لحياتك يمكنك متابعة كل الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني ومن خلال التطبيق إذا كانت لديك أسئلة عن هذه الحلقة أو عن الإيمان المسيحي أو إذا كانت لديك طلبة صلاة تواصل معنا والرب يباركك